موسيقى في أحد ما يحب البحرين وريحة البحرين وأهل البحرين خاصة لما يكون معنا اليوم الفنان اللي عنده دائما رسالة الفنان القليل خليل أرميثي مرحبا فيك يا مرحبا فيك أستاذ ومن ما يحبك ومن ما يحب بلادك ومن ما يحب هالأرض اللي متجمعنا عليها اليوم لإمارات الجميلة والبحرين كل من يحبها عبدك ملافيا عندك رسالة تجربة خلك واعي شنو القصد خلك واعي خلك واعي طبعا ربي لك الحمد تشرفت أني اشتغلت مع الدبي الرغمية بالمساهمة طبعا أنت تجول فيديوهات توعاوية موجهة للجمهور بتوعيهم بالخدمات التكنولوجية توعيهم بالأمن السبراني فكان لي شرف أنه تم اختيار المشاركة في أحد الأفلام حبيت التجربة بشكل أكبر ليش متسهلت وجاوب أسأل وجاوب أسأل وجاوب أطرني أنا أسألك ما يصير يقول يلا أمسامحك يلا أمسامحك يلا أخذ راحتك روح خلك واعي فاللي حبيت التجربة ليش حبيت لأن الله يسلمك العادة في مثل هذه الفيديوهات اللي نشوفها تكون يعني محاضرات تكون شخص رسمية رسمية شخص يخاطب الشخص الكبير في العمر بينما هي موجهة ممكن حق الطفل لأنه أكثر عرضة إنه ممكن يتعرض للاستغلال فهما فكرتهم ذكية سووا فيديوهات قصيرة خفيفة فيه طابع كوميدي لايت ممكن يتقبل هالطفل ينزلون حق الأشي اللي تقبل هالطفل حق مدركات الطفل حق الشخصيات اللي ممكن يحب هالطفل ويبو استقطبوها العديد من الفنانين ووصلوا رسائلهم شو ردود الأفعال بعد الرسالة خلك واعي والله وايد حلوة وايد حلوة ربي لك الحمد والرفع وايد حلوة وقعد تتداول تتداول طبعا وعرضت في أكثر من منصة والناس تعيد رسالها فهذه الهدف منها أن نحن نوع على الجمهور بالأمن السبراني وعلى الجمهور بالتعامل مع التقنية في الوقت تتحاضر طبعا إيجابيات تكثيرة بس فيه الجانب ممكن يتعرض للاستغلال فهذه مهمة دبي ربي راح تعيدون يعني الفكرة ثانية في رسالة قاعد تجهزونها أي والله في أكثر من فكرة يسنجهزها وفي أكثر من مبادرة إن شاء الله سواء أنا أكون فيها كممثل أو سواء أخواني نجوم الإمارات كلهم متواجدين فيها اللي سابقوا وقدموا الكثير من هالمبادرات مع دبي الرغمية دائما نسأل يعني ترى موضوع الرسالة المختصرة خلك واعي أو رسالة تكون هذه ترى صعبة يعني هي شون تلك الفكرة يعني هذا السؤال هل ترسم كسيناريو؟ البعض يعتقد أنها سهلة أو تنفيذها سهلة إن الموثل يطلع يتكلم بفكرته ويخلص شون تبدأ؟ لا يدرون إنه وراء سيناريو وراء تجهيسات؟ والله هي للأمانة واحقاقا للحق هذه السيناريو تجهز من الجماعة من فارق الأعداد في دبي الرقمية وفارق الإخراج أيضا من عندهم نحن مجرد ممثلين نايلس وندرس شنو ممكن ننظيف وشنو ممكن نساوي أنت ممثل أنت ناقل لا الله يحزيك وطاوله في عمرك فنحن مكملين للجهد اللي بذل في دبي رغمي من أعداد من تنفيذ من أخراج فمثل ما قلت لك أحلى ما في المبادرة واللي خليه فريدة من نوعها إن هي مو محاضرة مو كلام موجه فاطل كبير موجه للأهم وهو الطفل هذه اللي حببني في المواد رسالة جميلة بس كلمني يعني دوركم بالتنسيق السيناريو اللي نكتب الطريقة اللي تنكتب فيها طريقة كلش بسيطة سهلة ممكن يقبل عليها الجمهور بكلام سهل كلام متداول ويقدمون يعني أنا لما شاركت في الفيديوهات يمكن كان لثلاث تجارب معاهم أنا اكتشفت وعرفت خدمات ما كنت عارفة قبل والله يعني تعرفت أكثر على دبي اي اي تعرفت أكثر على مراكز الشرطة الذكية في دبي تعرفت أكثر على اللي هو دخول وخروج المطار دبي من خلال بصمة الوج فماشاء الله هم قط انشوت كبير ودورهم يبرزون هالجهد الإعلامي لنا كخليجيين وكمواطنين قبل كل شيء كخليجيين وكعرب وكعالم خارجي فبضلين مجهود يشكرون عليه شو تقول حق دبي الرقمية دبي الرقمية قل لهم شكرا أنا أعتبر جزء أعتبر روح جزء منهم يعني قريبا نشوف الرسالة الثانية الثانية والثالثة ورابع سواء فيني أو بغيري إن شاء الله متميزي ندوم أدزلي يا هساسا نشرح عندي ياه أدهل البحرين عيال عم وانت جزء من الدبي الرقمية تلطول بعمرك ما قصرت فنانة الشبير خير ماتي على حضورك اليوم في حضورك أنا في الاستوديو شكرا لك تابعونا